طيب، نتكلم الآن عن طريقة معارجة CSS أو style الخاص بالعناصر في الدوم من خلال استخدام JavaScript طيب، بدايةً، نحن أريد أن نعرف أن الدوم يتألف من مجموعة من النود بحيث أن كل نود تكون مسؤولة عن تمثيل عنصر موجود في الوب بيج أو في مستند الـ HTML طيب، الآن لو نأخذ دوم واحدة، ومثلاً كانت عبارة عن element node دائماً، هذا العنصر سيكون طبعاً مثل أي عنصر آخر موجود في الصفحة سيكون عندها structure يتعبر عن المحتوى الموجود الخاص بهذا العنصر وكذلك سيكون عندها style يعبر عن presentation الخاص به أو طريقة عرضه في الصفحة الآن أنا هنا يهمني style بحيث أن هذا العنصر الموجود هنا سيكون عنده style معين وطبعاً هذا الـ style يحدد طريقة ظهوره في الصفحة بمعنى في أي مكان من الصفحة سيعرض زائد مثلاً كم سيكون حجم الخط؟ ماذا يكون لون الخط؟ ماذا يكون مثلاً background؟ وغيرها كثير من الخصاص الثانية التي كلها تكون مسؤولة عن التحكم بعرض هذا العنصر على الصفحة الآن اللي يهمنا هنا أنه باستخدام الـ javascript نقدر إحنا نعدل style الخاص بهذا العنصر الموجود في الدوم مثلاً نقدر نغير حجم الخط، لون الخط، لون الخلفية، وغيرها كثير من خصاص السيسوس الثانية وطبعاً كونك أنت كالعادة سويت تعديلات في الدوم، فالبراؤزر راح يقوم بإعادة رسم هذا الدوم على الصفحة فرح تنطبق الآن التعديلات أنت سويتها بالـ javascript على هذا العنصر في الصفحة تمام؟ فإذاً بشكل عام هنا راح نتكلم عن طرق معالجة السيسس للعناصر الموجودة في الدوم أو في الصفحة تمام؟ طيب، بدايةً زي ما قاعد أقول لك هنا أنه كل عنصر موجود في الـ HTML تمام راح يكون عنده مجموعة من الـ Attributes أو مجموعة من الخصائص زي مثلاً الـ ID، الـ Class وغيرها من الخصائص الثانية لكن واحدة من هذه الخصائص اتهمنا بالـ Style اللي هي عبارة عن خاصية الـ Style فعندنا خاصية نقول عنها الـ Style Attributes هذه الخاصية تكون مسؤولة عن وضع ما يسمى به الـ Inline Style أو الـ Inline CSS نحن نعرف أنه عندما يكون عندي Style أحب طبقه على عناصر في الصفحة فكان فيه ثلاث طرق رئيسية أما أنه يكون External Style بحيث أنه يكون عندي ملافة CSS مستقل وأبدأ أضمنه في الصفحة وأستخدمه كـ Style أو أنه يكون Internal من خلال استخدام الـ Style Element اللي راح تضعونه في الـ Head أو من خلال استخدام الـ Inline Style من خلال استخدام خاصية الـ Attributes إحنا هنا راح نتكلم عن كيف نعدل إحنا الـ Style الخاص بعنصر من خلال استخدام خاصية الـ Style فنقدر إحنا نضيف CSS code أو حتى نقدر نحذف خصاصة CSS من عنصر معين ولما أنت تعدل على الـ Inline Style أكيد أن العنصر راح يتأثر فبشكل عام إحنا راح نسويه من خلال Properity وخلال خاصية نقول عنها Style والـ Syntax العام للوصول لها راح يكون أنت عندك Element تختار عنصر معين من خلال مثلا Document Get Element By ID أو أي طريقة لاختيار العناصر بعد كده راح تقول Style الـ Style Properity اللي هنا راح ترجع لك Object تمام؟ وهذا الـ Object نوعه CSS Style Declaration تمام؟ يحتوي على الـ Style الخاص بهذا العنصر الحين نقدر إحنا نعدل على هذا الـ Style مثلا نضيف خاصية نحتف خاصية نشوف إشي قيمة الخاصية الفلانية وغيرها من العمليات الثانية تمام؟ طبعا وهو راح يرجع لنا Object بمعنى ما راح يرجع لنا String وهذا الـ Style اللي راح يرجع لنا الشيء المهم أنه راح يرجع لي فقط الـ Inline Style لـ Element بمعنى الـ Computed Styles اللي راح تكون محتسبة من المتصفح مثلا أو جاي من ملف خارجي أو حتى جاي في الـ Head هذه ما راح يتم التعاون معها في الـ Style Properity راح نشوف طريقة ثانية لها فدائما نحط في ذلك من أنت توصل لخاصية الـ Style فإنت دائما تحكي عن الـ Inline Styling أوكي تمام؟ طيب طبعا نقدر إحنا باستخدامها الحين أنه نسترجع قيم بعض الخصائص مثلا أبغى أشوف كم حجم الخط أقدر أشوفها نقدر إحنا نغير بعض الخصائص الموجودة مثلا أغير حجم الخط مثلا أغير لون خلفية أو أي عملية ثانية تقدر أيضا أنه أنت تحدف بعض الخصائص الموجودة في الـ Inline Styling أو الـ Inline CSS تمام؟ فإذا هذه الفكرة أنه أنا عندي عنصر موجود فيه Inline Style وحبني أسترجع أنا الخصائص أو الـ CSS الموجودة على هذا العنصر وأبدأ أعالجه بمعنى أضيفه أعد لأشوفه القيم وغيرها من العمليات الرئيسية الأخرى تمام؟ طيب السنتاج سلام لإستخدام هذا الشيء في حالة حبين إحنا نغير قيمة فبداية راح نجيب الـ Element اللي قاعدين نتعامل معه بعدين أوصل للـ Style Property الحين رجعت لـ Object الـ Object هذا أقدر الآن أوصل لبعض الخصائص الخاصة فيه نجيب اسم الخاصية بالـ CSS ونبدأ نجيب أو نعدل القيمة المناسبة لهذا طريقة التغيير الحين راح نشوفها إذن لو بنلاحظ الآن هذا الصفحة الخاصة فينا فرضاً إحنا لو بنعالج مثلاً عنصر الـ Header فراح وصل للمخلال الـ ID تابعه اللي هو عبارة عن الـ Header زين؟ فإذن خلونا أعرف متغير بحيث أنه يأشر على الـ Header فراح نقول document.getElementById وأبدأ أرسله الـ Header ID تمام؟ طيب الحين شوفوا قايز لو حكيت لـ Log طبعوا أطبع الحين الـ Header بتلاحظوا أنه راح يطبع لنا الـ Header Element الموجود بالآلة هذا هو عبارة عن الـ Header إحنا الآن اخترناه تمام؟ طيب أبغى يشوف الـ Style الـ Inline Style المطبق عليه لو بنلاحظ أنه هذا الـ Header معني خاصية خاصية Style فبالتالي معناته جميع الخصائص اللي راح يرجعها لي هذا الـ Object Style تحتوي على خصائص الـ CSS بس راح تكون إيش راح تكون فاضية لو حكينا له Style هذا راح يرجع لي Object بارة عن CSS Decoration فلو بتشوفونا الآن هنا هذا هو CSS Style Decoration يرجع لك Object يحتوي على خصائص كثيرة هذه الخصائصة بارة خصائص الـ CSS اللي انتم مريد يعارفينها لو تلاحظون معي هنا لكن لو بنلاحظ أنه هذه الخصائص كلها وش فيها؟ كلها جاية فاضية جاية Empty String ليه طيب بش سبب لأنه زي ما حكيت لك هذا الـ Style تكون مسؤولة عن أنه تتعامل مع الـ Style اللي يكون موجود هنا في خاصية الـ Style فلو فرضاً حكيت لـ Style مثلاً فونت مثلاً فونت سايز لو سمين مثلاً حاجزة كده بالـ CSS فونت سايز مثلاً عطيتها مثلاً 30 بيكسل هذا عبارة عن Inline Style بتلاحظوا الحين من إجي هنا وأساوي Refresh بتلاحظوا الآن صار عندي خاصية موجودة في هذا الـ Object جاية في الـ Position 0 اللي هي عبارة عن الفونت سايز وبنلاحظ أنه صار عندها قيمة فبداية هي موجودة في الـ Position 0 فأقدر أصلها من خلال Position 0 زائد لو بتنتقلون تحت عند الخصائص عند حرف الـ F مثلاً شايفين الآن صارت القيمة هذه عندها وصارت هذه الخاصية عندها قيمة زي ما حكيت لكم أنه هذه تتكلم وتكون مسؤولة فقط عن الـ Inline Style لو أضفنا خاصية ثانية مثلاً Color وحطينا مثلاً Red بحيثني يعني أغير اللون الخط إلى اللون الأحمر بتلاحظون يتغير معانا زي فالآن صار عندي خاصيتين الفونت سايز والـ Color بقية الخصائص موجودة على هذا الـ Object لكن اش فيها؟ جايها الآن Empty String فمعناها الحين مطبق بس عندي خاصيتين بالـ Inline Style اللي هي الفونت سايز والـ Color قدر أوصل لها من خلال استخدام الـ Position بالـ Index فلو حكيت له في زيرو راح يجيب لي الفونت سايز خاصية الفونت سايز لو حكيت له واحد راح يجيب لي الـ Color وطبعاً راح يجيبها بناءً على خاصية الـ Style الموجودة هنا تمام؟ لاحظة فونت سايز في زيرو والـ Color في الواحد تمام؟ فهنا لما تبغى تشوف أنت إيش الخصائص الموجودة في عنصر معين تمام؟ لو حكينا له .length أوكي يعلمني كم عندي من عنصر راح يقول لي اثنين لأنه في عنصرين مطبق في الـ Inline Style الفونت سايز والـ Color طيب الآن بس بدأنا نشوف كيف ممكن إحنا نشوف الخصائص الموجودة في الـ Inline Style أوكي؟ طيب الآن نبغى نتعلم طريقة عرضها لو نبغى نعرضها شفتم زي قبل وشوي الخصائص الموجودة أنك تقول مثلاً position of zero راح يرد لك الخصائص الموجودة تمام؟ أو position of one يعلمك إش الخصائص اللي قاعد تطبق في الـ Inline Style أوكي؟ بس لو فرضك أنت تبغى تأخذ قيمة خاصية أوكي؟ فمن قيم الخصائص عشان نوصل لها نوصل بهذا الطريقة راح نقول مثلاً نجيب اسم الخاصية مثلاً فونت فونت سايز بهذا الشكل أريدكم الآن تركزون معي في شغلة هنا هذه عبارة عن خاصية css لكن في css لو تذكرون كانت تسميتنا تكون حاجة زي كده مثلاً فونت سايز مثلاً كنا نقول 10 10 بيكسل أوكي؟ اتهمني هنا تسميات في css لو تلاحظون فيها hyphen أو يعني علامة dash لو تلاحظونها تمام؟ لو مثلاً تبي تقول margin top فكنا نقول margin margin top أوكي لو كنا نقول background color في css كنا نقول زي كده background بعدين dash color هذه التسميات في css بس في الـ javascript تسميات تعتبر camel case لأن الـ hyphen غير مسموحة في التسميات في الـ javascript تعتبر invalid identifier صح؟ فإيش نسوي؟ نحذف الـ hyphen نحذف الـ dash يعني ونحولها إلى camel case بأن الحرف هذا الحرف الأول يصير يصير uppercase أو يصير capital نفس الفكرة هنا هذه تحذفها وتبدأ تصير بهذا الشكل أيضاً لهنا تبدأ تحذف هذه وتحول حرف c إلى uppercase فهذه بتصير camel case فإذا في الـ javascript خصائصة css هي نفسها بس بدل ما تكون فيها التسمية hyphen لا راح تحولها إلى camel case تمام؟ فالآن من أقول لأنا أبغى أسترجع قيمة خاصية فمباشرة راح أقول font size الآن راح يرجع لي قيمة هذه الخاصية فقيل لي كم؟ 30 pixel لو حكيت لخصية color كونها أصلاً معرفة راح يقول لي إيش؟ راح يقول لي red لأن الخاصية موجودة في الـ inline style بس لو أخذيت خاصية غير موجودة مثلاً خاصية background color هذه غير موجودة في الـ inline فراح يضطيني empty string تمام؟ لأن هذه الخاصية غير معرفة فلو تلاحظون هنا بس لو جيت وحطيتها في الـ inline وحكيت له هنا طبعاً قاعد أشتغل css background color مثلاً blue الآن راح تطبق وراح تظهر تظهر معانا فلو تلاحظوا الحين هنا background color صارت بلوع تمام؟ فإذن حط في بالك أنه هذا الـ style property يشتغل فقط على الـ inline تقدر أنت تعرف ما هي الخصائص الموجودة تقدر تعرف ايش قيمها وتقدر كمان تعرف كم عالد الخصائص الموجودة عنده زين تمام؟ طيب في طريقة ثانية لما تبغى تسترجع أنت قيمة خاصية بدل ما نجيب اسم الخاصية نقدر احنا نعدي ميتود اسمه getProperityValue وكي واضح من اسمه جيب لي قيمة الخاصية بين قوسين تبدأ تعطيني هنا اسم الخاصية اللي تبغى تشوف قيمتها فأنا أبغى تشوف frontSize الحين هنا guys بين التنصيص نجيب التسمية زي كده أوكي لأنها جاي أصلاً في string فأبدأ أجيب frontSize راح يقول لي مثلاً 30px ولاحظوا زي ما حكيت القيمة موجودة هنا في الـ inline تمام؟ لو أخذينا نفس قبلو شوي backgroundColor الحين قاعد أسمي css backgroundColor راح يجيب لي يقول لي blue أوكي لو أخذيت خاصية color موجودة كمان راح يقول لي red بس لو أخذيت مثلاً margin marginTop marginTop غير موجودة في الـ inline فعشان كده راح يطيني empty string يعني نص فاضي أوكي فإذن فيه طريقتين للحصول على قيمة الخاصية أما أنك تستخدم method الـ inline 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 أو أنك مباشرة تجيب اسم الخاصية بدون ما تستخدم method زي ولكن تكون التسمية تكون طبعاً هذه الفكرة بالنسبة لي كيف تحصل على قيمة خاصية الآن لو أنك حاب تغير شيء في الـ inline أوكي طبعاً تقدر أنت الآن تضيف خصائص هنا وتقدر كمان تحذف خصائص لكن حطه في بارك أنت قاعد تشتغل الـ inline فقط أوكي فبنجي الآن فرضاً راح نقول header أبوصل الآن للـ style أبروح الآن بقول خاصية الـ color أبغيرها مثلاً إلى اللون مثلاً 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 FF0 لون أصفر مثلاً أوكي لو تلاحظوا معي الحين خاصية الـ color أي لون الخط لهذا الـ header راح يصير أصفر لو بتلاحظون الحين في الدوم لاحظوا قائز الآن تغير الـ color إلى FF0 255 يعني F فتغيرت رغم أنه عندي هنا لو تلاحظونها جاية جاية الـ red أوكي طيب لو كانت مش موجودة تتوقع هنا راح تطبق؟ نعم لو كان فيه خصائص غير موجودة يلاحظ لو كان الـ style غير موجود وكنت أنا حاب أني أضيف style لهذا العنصر عادي ينفع أنك تسوي بهذه الطريقة فهذا راح يروح الحين للـ inline style يبدأ يضيف خاصية خاصية الـ color ويحطها لك بهذه القيمة فلو بتلاحظون في الدوم هنا في البداية الـ document ما عنده خاصية لو تلاحظوا style شايفين؟ ما عنده تمام؟ فإش اللي صار؟ هنا بالـ javascript حكيت له أنا أروح للـ style الـ inline style خاصية الـ color وحطها لي بهذه القيمة جات معنا وتلاحظونها هنا فبالطريقة هذه تضيف style له عنصر معين في الدوم زين؟ في الطريقة الثانية لو فرضاً حبينا نطبق margin top نقدر نقول مثلاً مارجن top وأبدأ مثلاً لو بخليها ثنتين مع بعض مثلاً أجي هنا راح أقول له مثلاً مارجن top وتكون كامل كيس طبعاً إذا مارجن top وأبدأ أقول له مثلاً مئة بكسل أوكي؟ بتلاحظوا الحين أنه يتأثر بمئة بكسل هذا العنصر وتم إضافة هذه الخاصية في الـ inline style بالرغم أنه هنا لو تلاحظونا ما في أساساً خاصية style تمام؟ طيب تقدر كمان نضيف خصائص ثانية إلى آخر زين؟ طيب فيه طريقة ثانية كمان لوضع قيمة للخاصية زي ما سمونا قبل شوي نقدر الآن نسوي set من خلال مثل لأنك من خلال الخاصية مباشرة أو من خلال الميثود فنقدر نقول مثلاً header.style لات راح نقول set property تمام؟ وتبدأ هذا مثل ترسله القيمتين القيمة الأولى عبارة عن الخاصية تمام؟ فالargument الأول عبارة عن الخاصية فرضاً أنا راح أأخذ مثلاً background color وهنا التسمية كونها جايب في string أنت الحين مو بداخل جايب في script بداخل string فما عندي مشكلة أستخدم أنا ال-hyphen وهنا أبدأ أجيب في الargument الثاني قيمة الخاصية فأنا فرضاً كنت أبغل اللون يكون أحمر راح أقول red فهذه نفس الشيء يعني يا أنك تستخدم هذه الطريقة أو تستخدم هذه الطريقة كلها بنهاية نفس الشيء تمام؟ فلاحظ أنه صار الآن عندي background color وجايب اللون الأحمر أوكي تمام؟ طيب إذن الحين تعلمت أنت شلون تطبق style على عنصر معين أوكي؟ طيب لو تابعون تختصرون إذا كان عندك style كثير يعني هذا تفيدني لما يكون عندي مثلاً خاصية واحدة بس لما يكون عندي خصائص كثيرة أبغى أطبقها على عنصر فأعادت أنها تستخدم class أو أنك لو تبغى تسوي وحدة وحدة زي كده في طريقة أفضل من خلال استخدام خاصية نسميها css text أوكي؟ إذن راح نقول header.style.css text أوكي؟ وتبدأ الآن تجيب لي القيمة على شكل string إذا كان متعدد الأسطر الأزل أنك أنت تستخدم التمبلت بهذه الطريقة عشان تقدر تنزل على أكثر من سطر وتبدأ الآن هنا تغطيني خصائص css تمام؟ تغطيني css declarations أوكي؟ فراح أقول مثلاً أنا الكلر راح أحطه مثلاً مثلاً black إذاً 00 أوكي؟ بعدين أجيب الخاصية الثانية مثلاً background color راح أقول مثلاً red مثلاً font size راح أقول مثلاً 30 pixel إلى آخر من الخصائص الثانية فلاحظ بخاصية css text من أسمة تعطيني text برع النص css وتبدأ بداخل جمالي كل الخصائص اللي أنت حاب تطبق على هذا العنصر تمام؟ فلو بنلاحظ بداية هنا جاي بدون style صح؟ لما جيت الآن وسويت للcss text أضافني خاصية style وطبق الآن style اللي أنا أرسلته له هنا زين؟ فبهذه الطريقة أنت الآن تعلمت شلون أنك تضيف inline style للعناصر من خلال استخدام الجافة سكوت في الدوم طيب الآن لو بنسوي العكس لو فرضاً كنت أنا حاب أحذف style يعني فرضاً كان عندي مثلاً اللون الموجود هنا فرضاً كنت حاب أحذفه شلون تكون الطريقة؟ بالنسبة للstyle عشان تحذف أنت خاصية من inline style كل اللي أنت تسويه أنه تضع القيمة بempty string أو no يعني ابن الصفاضي أو ابنو وطبع لا تنسون هذا قائز على ال inline خلاص يعني الحين أنا ما أقدر أغير هذا يعني بمعنى لو جيت الآن وحكيت له header dot style dot مثلاً background killer وحكيت له غير background killer إلى مثلاً empty string لسويتها زي كده بتلاحظوا أنه ما يتأثر ليه طيب؟ لأنه أصلاً من الأساس الخاصية هذه غير موجودة يعني إحنا الآن أنت في بالك بتقول أو أحذف الآن اللون الخاصية هذه اللون اللي جاي كأنه move بس هذا موب جاي من ال inline هذا جاي من ملف ثاني جاي من external وإحنا عارفين أنه هذه تكون مسؤولة عن عن ال inline يعني عن اللي جاي في العنصر فأنا عندي هنا ما في خصائص أصلاً صح؟ فلو كان فيه الآن تقدر أنت تحذفها لو حكينا له style وحكيت له مثلاً back مثلاً ground killer وحطها الآن فرضاً باللون باللون الأحمر أوكي؟ تمام؟ إذن red إذن red مثلاً تمام؟ شوفوا الآن قاعد أقول له أنه back ground killer حطها لي باللون الأحمر فشوفوا الآن معي هنا لو جينا الآن هنا شوفوا وهو الآن لو أحفظ الملف الآن جاي ال back ground killer باللون الأحمر وهي جاي كـ صح؟ وكنت أبغى أحذفها إذا في هذا الحالة تروح للخاصية وتحطها كـ empty string الآن راح تحذر لو تشوفون الآن لو أسوي save شايفين؟ حذفت الآن هذه ال back ground color أوكي؟ لو كان في خصائص ثانية مثلاً color مثلاً أسوت black وفرضاً font size مثلاً مثلاً 30 pixels لو تلاحظوا الآن عندي ثلاث خصائص شايفينها؟ في الآن ثلاث خصائص موجودة هنا تبغى تحذف وحدة من هذه ثلاث خصائص مو بمشكلة تقدر من خلالك أنت ترجعها بقيمتها ال empty string أو النل لو كنت أبغى أحذف مثلاً ال color فمباشرةً أبدأ أحطها بهذه القيمة لاحظوا الآن معي في style شوفوا عندك color وعنده font size الآن ال color الآن راح يحذف شايفين؟ تبقى لي font size و background يعني هنا عندي ثلاث خصائص لو تشوفونا color font size و background color أنا وش حكيت له كاني قاعد أقول أحذف الكلر عشان أحذفها بس أحطها empty string أو لو حبيت تحطونها بي تحطونها بي بقية الخصائص راح تظل إيش؟ راح تظل موجودة تمام؟ أو أنك تمر على الخصائص الموجودة فيه لو تبغى تحذف تحذفها كلها ما لداية تقعد مثلاً لو تبغى تحذف ال inline style ما لداية تقعد تمر عليها واحدة وحدة في طريقة أكثر من طريقة طبعاً خاصية وتحطها بمتي سترينج أو أنك وشها تقدر مباشرة تم خلال مثلاً header dot sit attribute نقدر نروح خاصية ال style ونقول لأحطها لي بمتي سترينج بهذه الطريقة فالآن راح يلغي جميع الخصائص الموجودة لاحظوا الآن كأنني حكيت لو راح لخاصية الستايل غير قيمتها إلى متي سترينج ولو حكيت لفرضاً أحد الطرق للمعالج أنك تقدر تقول الفونت size مثلاً مثلاً 30 بيكسل هذا راح تمشي معك 100% يعتبر حل أيضاً فلاحظوا الجامسكوت فيها حلول كثيراً بالنسبة للـ style بالنهاية عندك asset attribute أو أنك توصل للـ style اللي قوله شويه بشكل مباشر فلو تبغى تحذف كل شيء من الـ inline style استخدم هذه الطريقة تمام؟ طيب إذن اشتعلمنا الحين أشلون نحصل على الـ inline style من خلال الـ style property أشلون نحصل على قيمة أشلون نعرف الخصائص الموجودة في الـ inline أشلون نمر عليها باستخدام اللوب مع الإندكسات كمان أشلون أنت تسترجع قيمة خاصية من خلال استخدام الخاصية نفسها تبعى CSS أو من خلال استخدام method get property value كيف تغير؟ نفس عكس الـ get تمام؟ تقول set property أو أنك توصل باسم الخاصية وتبدأ تحط القيمة كمان تعلمت كيف أنت تحذف inline style كل هذا عبارة عن inline style يعني الـ style الموجود داخل هذه الخاصية تمام؟ طيب الآن خلونا نشوف من بعض الطرق اللي أنت تسويها عادة عشان تكون سريع تقدر تسوي حاجة زي كده وهذا مثلا تسميه header style تمام؟ الآن تقدر تقول زي قبل شوي مثلا header style dot margin top مثلا margin top مثلا يساوي مثلا فلاحظني خليت الـ style هنا وخليت هذه الأشرة على الـ style لأن تكون طريقة أسرع تمام؟ لو كان عندك مثلا margin تقدر أنت الآن تعطيني أربع قيم زي ما تعلمتم بالـ CSS بهذا الشكل مثلا يعني بالنهاية هي نفس الشيء يعني هنا كانت تشتغل أنت CSS أصلا اللهم التسميات حاولت انتباع عليها تكون كامل كيس تمام؟ طيب إذن هذه بالنسبة لي الـ inline style طيب إذن شفتم قبل شوي بالنسبة لي خاصية CSS text كيف نتعامل معها؟ حكينا لو نبغى إحنا نحذف خاصية ببساطة نضع قيمتها بـ أو نحطها بـ بـ أوكي؟ طيب الآن نتكلم عن الـ get computed style لو شفتم قبل شوي كنا نتكلم عن إيش؟ نتكلم عن inline style لكن أنت في الـ style في الصفحة يكون عندك style جاي من أماكن مختلفة مش بس inline يعني عندك internal عندك external جاي من ملفات خارجية كمان الـ browser يحتسب لك style يعني فرض لما أنت تجي تقول مثلاً أنه الـ width مثلاً أنت راح تحطه مثلاً بـ 80% أوكي؟ فأنا ما أدري كم قيمة 80% هذه بتكون على الـ browser فلو كنت أبغى أسترجع هذا القيم اللي راح يحتسبها لي الـ browser أوكي؟ مثلاً أنت تجي أحيانا تقول مثلاً أنه حجم الخط مثلاً 2-rem عبارة عن relative units أوكي؟ إذا ما تحط قيم مباشرة تحط قيم راح يحتسبها لك الـ browser ففي هذه الحالة لو تبغى تعرف أنت القيم اللي يحتسبها لك الـ browser نستخدم method نسميه getComputedStyle جاي على object الـ window كون أن الـ browser راح يحتسبها ليه لأنه إحنا حكينا قبل شوي أنه الـ style property تطبق فقط عن الـ inline style فزي ما قاعد يقول لك هنا أنه هذا الخاصية ما تعتبر مفيدة بالكامل لما تبغى تعرف أنت كل شيء عن الـ style المطبق على العنصر أوكي؟ فكون أنه الـ style اللي قبل شوي تطبق فقط عن الـ inline style ولكن العنصر يكون عنده style جاي في الـ head section من خلال الـ element style وكذلك جاي كمان من external style sheets جاي من أوراق أخرى فعشان تحصل على القيم قيم خصاصة CSS بالكامل للعنصر فهنا في هذه الحالة راح نستخدم هذا الميثد راح يرجع لـ object هذا الـ object تحتوي على جميع قيم CSS المطبقة على العنصر تمام؟ بعد ما يتم احتساب القيمة اللي جاي من الـ style sheets واستبدالها واستبدال الحسابات البسيطة بها للقيمة التي تحتويها يعني زي ما حكيت هنا مثلا 80% المتصفح راح يستبدلها راح يحتسب يسوي حسابات يحتسب كم تكون 80% من هذا الشيء ويرجع لك بالنهاية قيمة لو تبغى أنت تصل على هذا القيمة راح يحتسبها الـ browser وكل الخصاص الموجودة على العنصر حتى لو كانت مش online يعني مش online يعني كانت external أو موجودة في الـ internal في الـ head فوقتها نستخدم هذا الميثد طبعا الـ syntax تابعة جدا بسيط راح نقول مثلا ويندو اللي هو بارا الـ object الـ window حق البراوزر object معرف مسبقا يمثل التاب اللي مفتوح فيها الآن الملف تابعك getComputerStyle هذا الميثد يستقبل بعض القيم يستقبل القيمتين يستقبل العنصر اللي انت تبغى تاخد الـ style تابعة وكذلك يحتوي على sudo element هذا يعتبر optional اختياري sudo element زي تذكرون في CSS في sudo classes لما كنا نقول مثلا حاجزة كده مثلا after مثلا before في الـ style في CSS مثلا first line مثلا first letter وغيرها تحتوي على شي تذكرون كنا نسميه content يعني مثلا كنا نقول after كنا نحط content مثلا بين string راح نقول مثلا نص معين لو تبغى تحصل على هذا القيم تعال حط لي argument ثاني يحتوي على هذا sudo element لكن ما تحتاجها كثير ويعتبر طبعا اختياري اذا ما تبغى اياه انك تحط empty string او تحط null وانك من الاساس تجعلك وانه يعتبر optional اوكي تمام طيب فاذا لو بنشوفها بشكل بسيط عشان ناخد الان الخصائص الموجودة على العنصر بالكامل الان قبلوا شوي تذكرون كنا بس نقدر نحصل عليه ال-inline بس ال-style بالكامل ما كنا نقدر نحصل عليه فبشكل عام احنا الان نجي هنا فرضا انا بختار عنصر عشان نحتسب له ال-style باخد مثلا ال-header او اي عنصر اخر هنا راح نقول window اللي هو object النافذة يعني يقصد فيها هذا النافذة اللي فاتح فيها الان البروزر او الملف .getComputedStyle اي الماء تبغى تحتسب له باحتسب انا لانصر ال-header فراح ارسل الان ال-header كوني ماني محتم لي ال-stud classes فراح خلي فاضي او ارسل null او اني اتجاهلة زي ما حكيت اوكي طيب هذا راح يرجع object لو تشوفونا نقدر احنا مثلا نطبع بال-cancel او انكم تخزنونا داخل متغير كلها تعتبر اساسيات كلكم عارفينها اوكي فلاحظوا معاي هذا ال-object تجبناك اوكي هذا ال-object تبار عن css style declaration جايب لك الان القيم اللي تم احتسابها بالكامل وهذه الخصائص الموجودة على العنصر بالكامل زين وهذه الخصائص تكون طبعا احيانا يكون وارثها من ملفات اخرى احيانا يكون البراوزر هو حاطها بشكل افتراضي يعني هذا الخصائص جاي من ملفات css بالكامل زين يعني مش online فهذه الخصائص كمان لازم تحطه في بالك انها تعتبر read only اوكي بمعنى انه ما تقدر انت تتعدل عليها فلو بنجي مثلا هنا نعرف هذا في متغير عشان نقدر نتعاونها راح نقوم مثلا style مثلا اوكي هذا راح يرجع لي ال-style اوكي اللي هو عبارة عن ال-computer style فلو بيجي الحين يقول له style of zero من عندي في ال-position zero نتلاحظون خاصية اسمها animation delay نتلاحظونا تمام؟ وطبعا نقدر احنا نشوف ايش القيم الموجود بداخلها من خلال get property value اوكي style of zero جيب لي هذا الخاصية style of one راح يجيب الخاصية الثانية هذا الخاصية الثالث بعدين نجيب الفونت size بهذه الطريقة هذه تعطف الطريقة الآن الحجم الخطة عندي 16 بكسل نفس قبل وشوانه بالنهاية وهو css declaration object في أن نسوي بهذه الطريقة لو مثلا بشوف ال-color لو تلاحظون هذا ال-color RGBA وهذا مراته لون أبيض اوكي او اي خاصية ثانية مثلا لو بناخذ background color للهيدر هذا براه قيمة اللون اللي هو اللون الموف نعمه تمام؟ يعني بهذه الطريقة انت تعرف ما هي قيمة الخاصية المطبق على العنصر اوكي لو خدينا margin مثلا خدينا margin راح يجيب للقيم zero pixel تمام؟ لو خدينا margin top ايضا راح يقول لي zero pixel كونه مطبق مين احتسب هذا القيمة؟ البراوزر هو اللي احتسبها زين؟ عشان كذا أحيانا تشوفون في البراوزر يقول لكم computed value اوكي يعني القيمة اللي تم احتسبها تمام؟ لأن البراوزر يسوي عملات حسبية ما هي بناء على القيمة اللي انت راح تطيهها فالcomputed values أو الcomputed style هذا هو الشيء اللي احنا نقصده تمام؟ طيب فهي مو بجاية لا في الـ style حقنا لا في ملف الـ style ولا جايف في الـ head لو تلاحظون مي بجايف في الـ head تمام؟ شايفينا مو بجايف في الـ head وكمان مو بجايف في الـ inline من وين جات؟ هذي computer هذي تم احتسبها اوكي لو كان في قيمة للمارجن مثلا نحاط نسبة اوية او شي رايتم احتسبها لو تبقون نروح لملف الـ style حقنا ونبدأ نعدله عليه لو فرضنا نجينا للـ header وحكينا له أنه مارجن توب مثلا حكينا له مارجن توب فرضنا نحطينا مثلا بـ 10% اوكي ونيجي الآن نشوف كم القيمة اللي راح يحطها لنا على المارجن المارجن توب لو بنلاحظ هذه هي القيمة 77 بيكسل تمام؟ هل احنا نحطينا 77 بيكسل؟ لا لكن من يحتسبها؟ الـ browser هو اللي يحتسب لي هذه القيمة لو تشوفون هنا بتلاحظون الآن هذه بتعتبر computed failed احنا في الملف ронى ونحطيناها بهذه القيمة لكن الـ browser نفسه احتسب لهذه قيمة تعتبر ماذا؟ تعتبر كمبيوتد اوكي لو بنلاحظ هنا هذه هي تعتبر computed failure هنا بتلاحظون معي هذا هو اوكي فهذا برا off airline بتلاحظونها جاي وينها المارجن المارجن توب شايفينها abandon كمبيوتد فاليو في الستايل حقنا جاية عشرة بالمئة بس البرازر سوى عملية حسابية احتسبها لي وطبقها لانصر وبعدين رجاعها لي فهذا المقصود بالكمبيوتد فاليو تمام اوكي خلوني الحين نشوف اذا عارفين انا فهمنا ايش المقصد بالكمبيوتد فاليو واي خاصية ثانية نفس الفكرة الحين لو نبغى نسترجع ايضا خاصية زي ما سمنا قبل شوي تنزلون تقولون فاليو اوكي راح تحطون اسم الخاصية مثلا الفونت سايز لهذا الهيدر كام راح يعطيني في الكونسل 16 بيكس اذا لم اشترون قبل شويه لو اعطيتوك كمان كيلر او اي خاصية ثانية انتم انتم تبغونها زين يعني في طريقتين لاسترجاعها زين طيب ممكن بعضكم يقول طيب انا احب اغير الحين قيمة هذه القيمة اللي تمحت سابعا لا انتبهوا الكمبيوتد ستايل يكون ريد اوني فقط بمعنك ما تقدر انت تعادلها زيني فلو حاولت انك تسوي شيء زي كده مثلا ستايل مثلا كيلر او او اتفر اي شيء وحاطه مثلا بريد هنا راح يطيك البراوزر راح يطيك الخطر لاحظه يقولك انه fail to set the color property on CSS style declaration these styles are computed هذي الستايل اللي جاي من الكمبيوتد ستايل هذي تم احتسابها تمام؟ بما انه تم احتسابها خاصية الكلر تعتبر read only تعتبر للقراءة فقط انت تقدر قيمتها بس ما تقدر انت يتعدلها ليلا انها جاي من computed style هذي مهمة جدا الكمبيوتد ستايل تشتغل يعني تاخذ الستايل من اي مكان كان بعين الاعتبار بثلاث طرق ال external وال internal وكذلك ال align فعلى سبيل المثال لو عشان نثبت انه فعلا جايه من كل مكان لو حكينا له style dot background color هذا اللون الخلفية معنات الحين قاعد يقرم ملف اس اس هذا بارعن اللون هذا بارعن اللون هذا قيمته تمام؟ الان لو بحط internal عشان تشوفوا كمان انه يقرأ منا لو حكينا له style مثلا نحطين background color السوري اللي هو بارعن عنصر فرضا نقول header لو بطبق عليه background color وبحطه مثلا باللون الاحمر عشان تلاحظونه الآن بتلاحظوا يقول لي red شايفين؟ F00 معناته red فهذا الدليل انه الحين قرأ من هنا ولو جينا الحين لل style وغيرنا background color الى لون اخر بتلاحظوا كمان انه يقرم عنه حكينا له مثلا اللون راح يكون مثلا اصفر مثلا FF0 هذا معناته اصفر بتلاحظوا الحين يعطيني FF0 متلا خمسين يعني F ما معناته معناته فعلا ان الكمبيوتر style ياخذ جميع خصائص CSS من اي مكان كان مش بس من ال inline قبل شوية شفتم قرأنا من style external sheet اللي هو هذا الملف بعدين قرأنا internal هذا ال style والحين قرأنا inline ال style اللي كان في البداية كان inline فقط اللي تنسون تمام طيب هذه الطريقة ما تقدر انت تقدر انت بس تقرأ بس ما تقدر انت اتعدل على ال style بس لو حاب تعدل على ال style ففيه طرق ثانية طبعا اوكي الان راح تتكلم عني تمام انه تعرفون الكمبيوتر style لانه انت مثلا في الكود حاط 10% بس مو بداري كم بتكون فاليين 10% فكينت تبغى تشوف قيمتها عشان تسوي عمليات عليها فمو بمشكلة وقتها وقتها تعال وسو بهذا الطريقة وتحصل على القيمة انت تبغاها تقدر انت تخزنها الحين داخل متغير وتقدر تسوي عمليات عمليات عليها تمام اوكي هذا الفكرة يعني تمام طيب الحين خلونا شوف كيف انه احنا مثلا نوصل لهذا الملف الموجود هنا اللي هو ملف style ونقدر احنا نتعامل معه طريقة الوصول له جدا سهلة خلونا اول شي نحذف المارجن هذي طيب قائز تعرفون انتم البداية لما تكلمنا عن حكينا انه نقدر نوصل لبعض الخصائص طبعه زي ما تناعرف ايش الموجودة ايش الصور الموجودة في المسند وكمان كنا نقول نقدر نعرف ايش ال style sheets الموجودة علشان نسوي هذا الكلام كنا نقول document.style sheets style sheets واضح من اسمه راح اجيب لك ال styles الموجودة المطبقة على الصفحة فانا ما عندي الا style واحد لو تلاحظون هنا معناته هذا ال style sheets collection راح يطين style sheet list هذا المجموعة فيها بس عنصر واحد عبارة عن style sheet لانه ما عندي انا الملف واحد راح اكون موجود في ال position zero هذا هو object css style sheet تابعنا زين فقدر اوصل له من خلال الزيرو الحين اقدر انا اتعامل معه ايش يعني اتعامل معه يعني اقدر اوصل لكل حاجة موجودة هنا اشوف قيمها اقدر اضيف عليه مثلا اقدر اضيف خاصية هنا بال javascript طيب فاذا بالطريقة هذه انت الان حصلت على ملف ال style تابعك طبعا لو كان عندنا مثلا style مثلا كان عندي مثلا style ثاني مع انه الحين ما راح يذهب يطينا خطأ في ال javascript كونه الملف هذا غير موجود بس لو كان موجود يعني فبلاحظ لو حكينا على styles مثلا sheets راح يطيني عنصرين لو تلاحظوا عندي لانه كان عندي ملفين هذا style الاول وهذا ملف style الثاني لانه عادة ان يكون عندك اكثر من style يعني اكثر من ملف فبس ابك تعرف انه تقدر تحصل عليها كلها من خلال انت عارف انه هذا في الزيرو فذاك بيكون في الواحد وهكذا طيب الحين نحصل الان على اول style عندي يعني كأني اوصل لهذا الملف واعدل عليه يعني اعدل على هذا الملف فالطريقة جدا سهلة راح نعرف مثلا متغير نسميه مثلا style sheet style sheet مثلا يساوي تمام احنا نبغى اول ملف طيب او ممكن حتى تقولولا item of zero تمام بهذا الشكل كلها تعتبر صحيح لانها collection بالنهاية طيب الحلو اسوي log الان راح تجيب لنا object عبارة عن css style sheet وهذا الابجكت الحين اقدر انا احصل على بعض بياناته اوكي فالبنوسع فيه بتلاحظ عندي بعض البيانات زي مثلا اول حاجة مثلا اشتايب عبارة عن text css مثلا css roles اللي هي عبارة عن الرول الموجودة هنا guys نقصد فيها هذا الرول هذا يعتبر الرول هذا يعتبر رول هذا يعتبر الرول وهذا يعتبر الرول وهذا يعتبر الرول فنقدر اوصل لها والاستر thats ندامotomي ؟ youtube هذا يعمل ب رؤية انه الرول هذا الرول الاول الذي يعهم الثاني وهكان الموجوداء هنا lave We have if this work وهكذا فهو ترجعني CSS Style Decoration Object فمعناتي أقدر أعدل عليه وأقدر كمان أني أضيف إليه تمام؟ طيب إذن لو حكينا إحنا إيش نبغى؟ نبغى إحنا طبعاً بتلاحظوا كمان Type Text CSS أول شيء لو نبغى إحنا ناخذ الرولز عشان أنا أبغى أوصل مثلاً لهادي فأول شيء لازم أوصل للرولز عشان كده راح نقول Style Sheets.Roles أوكي رولز أنا راح أجيب لك الرولز فأنتظروا عندكم خاصية هنا شايفين اسمها رولز شايفينها؟ فراح أجيب لك CSS Roll List تجيب لك كل الرولز الموجودة لك في قائمة فلو بتلاحظوا الحين معي هذا هو الآن جايبها لي كلها تمام؟ وجاي في إندكسات 0 و 1 عندي 13 رول أوكي؟ تمام؟ طيب يعني الضوء ب13 أنا أبغى أوصل مثلاً لأي رول كنت تبغى تعدل تفرضي كنت تبغى تعدل على هذا الرول إذن هذه في الترتيب الملف جاي في position 1 شايفينها؟ جاي في position 1 طيب إذن أقدر أدخل عليها الحين لو حكيت له off 1 يعني هذا الرقم الثاني اللي هي الهيدر لاحظوا الآن بيرجع لي object أوكي عبارة عن CSS style rule في عدة خصاص مثلاً selector إيش اسمه selector حقك؟ انت رجعت هذه إيش اسمه selector اسمه header نوع نوع element selector أوكي؟ بعد كده يعطيك النوع تبعه إيش نوع يعني هذا selector؟ لأنه عندها أنواع طبعاً بعدين عندك text هذا هو التكست الموجود بداخلها بالكامل نفس التكست الموجود هنا هذا نسميه CSS text فلو تلاحظوا هذا هو جايب لي بالكامل أوكي؟ لو بتوسع فيه بتلاحظه بتكون أوضح لك بالكامل هذا CSS text اللي إحنا حطينا زين؟ طيب إحنا الآن شايفين هذا هو اللي همنا أوصل لي خاصية style الموجودة هنا تمام؟ أوصل لو أقدر أنا الآن أعدل عليه يعني كأني وصلت للـ style اللي قبله شوي فجداً سهل تقدر أنت الآن تروح هنا بالـ style هذا راح يا رجالة تقدر تقول style الحين رجالك CSS Decoration object شايفين هذا الـ object خلاص لحين كأنك وصلت للطريقة الأولى تقدر أنت الآن تشوفش الخصائص الموجودة فيه تقدر أنت الآن تعدل عليها وتقدر أنت تضيف لها تمام؟ في الحين وصلنا إلى الـ style الموجود هنا في الآن خلاص بكل بساطة أقدر مثلاً هنا نقدر بكل بساطة نقول مثلاً rule أو whatever مثلاً نقول declaration مثلاً لأنه اسمه declaration حقنا أوكي؟ الحين قاعدين نحن نقدر الـ header صح؟ نشوف الآن نقدر نشوفش الخصائص الموجودة فراح نقول declaration أو style اللي أحبين بكيفكم؟ مثلاً تسمونا style إذا أودتكم نقدر الآن نقول style dot مثلاً مثلاً جيب لي خاصية مثلاً color مثلاً أنا قاعد إيش؟ أنا قاعد أقرأ إذاً color أوكي؟ وحيقول لي هذا اللون من وين قرأها؟ قرأها من هنا أوكي؟ هذا الـ color أوكي؟ لو خدينا الحين خاصية الـ box shadow راح يجيبها كمان لي لأنها موجودة بس مع أنه جابها script أعيد التسمي إلى camel case box shadow هذا بارة عن الـ box shadow أوكي؟ لو خديت خاصية margin margin top انتبهوا margin top الآن غير موجودة فبالتالي راح تكون empty string بس لو حطيت الآن هنا margin top أوكي؟ وحطت مثلاً 10% أي قيمة انتم تبعونها وجينا الآن هنا سوينا save لاحظوا الآن القيمة جاتني 10% بس واش تلاحظوا الآن هنا 10% جات إيش؟ جات قيمة القيمة الموجودة هنا هذه مش computer صح؟ ما تم احتسابها إذا تبغى تعرف القيمة تم احتسابها تستخدم object الثاني الثاني اللي تكلمنا عنه قبل شوي هذه قاعدة تقرأ من هنا exactly زي ما هو بظاهر هنا يعني يقرأ لك الخاصية وقيمتها بس لو تبغى تعرف 10% كم راح تكون وقتها تستخدم computed style وتمرر خاصية margin top وهو راح يعلم كم القيمة 77 بكسل أو حاجة تمام؟ أوكي؟ طيب الآن إحنا إيش نبغى نسويه؟ نبغى نحذف خصاص ونبغى نضيم خصاص كزي ما اعتلمنا من قبل تمام؟ كمان لو تبغى تسترجع الخاصية وهادي تستخدم الطريقة الثانية ما خلال method getProperityStyle اذا getProperityValue وتقدر ترسل لي الآن cssProperity مثلا كلا اوكي زي قبل شوي عادي يعني طريقة نفسة ما خلال method وما خلال الاتروبيوت نفسه أو الخاصية نفسه طيب الحين نبغى نعدل تمام؟ نبغى نعدل الآن فالتأديلات قاعدين نعدل على هذا الملف اللي هو اللي هنا فرضا انا بضيف الآن خاصية بضيف خاصية dynamic لملف style فرضا بضيف خاصية margin top فأبد راح تجي هنا راح تقول style زي ما تعلمتم في البداية margin top يساوي وابدى اعطي القيمة من هنا مثلا 100 fix او اي قيمة انت تبغاها 10 بالمئة وتفر اللي ناسبك فلو تلاحظ الآن تم تطبيقها لو تروح تشايكو في الدوم اوكي في css الموجود هنا بلاحظة على الهيدر لو نسويه له انسبكت هذا هو الهيدر تمام؟ هذا الهيدر اوكي هذا الهيدر لاحظة قايز في البداية الهيدر هذا هو الهيدر شايفين؟ في الملف حقنا عنده بس ثلاث خصاص الـ background والcolor والbox shadow هذه هي بس بالجافا سكريبت وصلنا لهذا الرول واضفنا خاصية اسمها margin top وحطينها بيمئة بكسل من خلال الجافا سكريبت اوكي تمام؟ ايضا تقدر انت زي ما انك تضيف خاصية تقدر تحته بس قبل لو تبغى تحط مثلا set property من خلال الميثود مو بمشكلة تقدر تجيب اسم الخاصية كارجمت اول مثلا margin top وهذا تسمية CSS والارجمت الثاني تحط لي القيمة مثلا 100 بكسل او مثلا 10% لوحة بوتيفر اللي تبيه اوكي بهذا الشكل تمام؟ فالان لاحظوا لو تشوفون هنا صارت الحين margin top اضافها هي موجودة في الـ style بس اضافها وحاطها بالقيمة انا حطيتها تمام؟ زيل فاذا وصلت الان الى الـ style كيف انك انت تقدر تعدل على الملف ديناميكلي اوكي؟ رغم انه هذا الشيء نادر هذا الشيء نادر ان تسيبونا لانه عادة تستخدمون الـ inline اوكي لكن هذا الشيء ممكن لو تبغى مثلا تعدل على class لكل العناصر الموجودة فهذا الشيء يفيدك تمام؟ طيب الان عرفنا شلون نسترجع القيمة شلون نضيف خاصية بس اوش رايكم لو نبغى مثلا نحذف قيمة اوكي نحذف خاصية فهذا انك انت بحذف انا خاصية الـ color هذي اوكي ايش اسوي؟ نفس ما اتعلمتم من قبل شوي انه نجي نقول الـ color نحطه بـ empty string او حتى null لو تبعون تحطونا بـ empty string بهذا الشكل وش تلاحظوا حين على خاصية الـ color تم حذفها صح؟ اهي موجودة عندي هنا لو بنلاحظ بس الان في الـ style لما تم تطبيق الجافا سكيب تم حذفه اوكيد انه عدلتها على الدوم اكيد انه راح يتأثر بـ browser اوكي وتتأثر الصفحي تمام؟ او انكم استخدمت طريقة color تساوي null او تساوي empty string مباشرة اوكي اذا هذا لما تبعون توصلون لمعرفات الـ style اول شي تجيبون الـ style sheet بعدين تجيبون object style انت راح توصل الـ rules لا تنسون على حسب ارقام الـ rules احنا نعدل الـ inline style ونخلال الـ style property اتعلمنا اشلون ناخد الـ computed values بمثل الـ get computed الـ computer style الموجودة على الـ window object اتعلمنا كمان اه شلون احنا نعدل علم ملفات الـ css بالكامل زين؟ يعني كيف نعدل على الـ rules كيف نضيف لها style كيف نحذف احنا منها style اوكي تمام؟ طيب اه من بين هذه الثلاث طرق guys اللي يهمكم غالبا وهو الـ inline اللي هي اول واحدة خاصية الـ style يعني عشان نضيفون او تعيدلون تمام؟ ولكن فيه طرق افضل منها بكثير من خلال استخدام الـ class size احنا عندنا تذكرون دائما الـ style ازين شاء نتعامل بـ class خاصية الـ class ونبدأ نطبق الـ class size ويكون فيها في css يعني class size معينة عليها ونبدأ احنا نضيفها ونحذفها لهذا العنصر تمام؟ فالان فالان هنا عندنا ما يسمى بـ class list و class name بالنسبة لي class list تباره عن property تبدأ تطبقها على element بحيث انه هذا الخاصية تجيب لك كل الكلاسات الموجودة على هذا العنصر كلاسات css الموجودة على العنصر وتعتبر read only property بمعن انت ما تقدر تحط فيها يساوي شيء معين لا لازم تستخدم message ويستبع تعدل عليها فهذا راح تراجع لـ collection يعتبر live يعني انه اذا تعدل في الدوم يتعدل معاك المتغير مجموعة عامة راح تكون تحتوي على القيم الموجودة في class attribute لهذا العنصر انت قاعد تشتغل عليك تمام؟ من خصائص هاللنت واضح انه راح ترجع لك عدد الكلاسات الموجودة في هذا العنصر تمام؟ اذا لو بنشوف الان ما هي الكلاسات المطبقة على عنصر معين نبدأ نستخدم اما الـ class name أو الـ class list تمام؟ بداية طبعا لو بتلاحظوا هذا العنصر فرضا ما عنده الحين class list تمام؟ ما عنده خاصية class يعني ما فيه ولا كلاس مطبقة عليه فلو بنجي الان هنا ونسوي header ذات class name مبدئيا اوكي بتلاحظوا معين الان هنا يعطيني empty string تمام؟ شايفين عطاني empty string لانه الحين ما فيه كلاسات موجودة عليه بس لو عطيته class مثلا class A الان بيقول لي موجودة class A class B برجيلي كمان string AB سي رح يقولك انه عندك كلاسات ABC طيب اش رأيك لو كنت تبغى تضيف class اوكي؟ هنا يعني لو حكيت مباشرة class name يسعب رضا انت كنت حاب انك تضيف class اسمها X لو سويت زي كذا الان كأنك انت عملت reset للخاصية فبالتالي لو بتراقبون معاي الدوم شايفين العنصر الان صار عنده class X وهو في الكود حقك عنده ABC تمام؟ بينهم بالجافة سكريبت انت حكيت لانه خلاص هذا الكلاس راح تساوي X وانت ما تبغى تحت في الكلاسات الاولة ففي هذه الحالة corner string ممكن تسوي a pin طبعا هذا اعتبر bad practice وما ستوى بهذه الطريقة الازن على class list ولكن هذه ايضا ممكنة راح تضيفك class X بس لا تنسى تحط هنا مسافة عشان تمشي معاك بطريقة صحيحة فالان صار عندك ABCX class ثاني مثلا X Y وانت تضيف كلاسات باستخدام class name لكن مش كويسة الازيان انت تستخدم طبعا class list فعندنا property ثانية اللي هي اللي ترجعنا DOM token list يتحدث في الـ DOM يتحدث في الكود فنقدر نقول هيدا dot class list هذا راح يجيب لي collection لو بنروح الـ cancel هذا هو الـ collection شايفين جايب لي ثلاث خصائص موجودة فيه position zero position one position two لو حكيت لها من أول كلاس موجودة عندك اللي هي الـ class A حسب الـ code حقنا لو بتلاحظون الـ code هذه هي الـ class A اوكي لو خذيت of one اوكي راح يقول لك الـ B الى آخر تمام طبعا تقدرون كمان توصلون للـ item اذا حابين item of zero راح يجيب لك الـ class A كونه هي جاي في الـ position zero تمام؟ فهذه لو تبغى تعرف اش الـ classات الموجودة على عنصر لو تبغى تعرف كم عددها راح تقول dot length يعني كم عدد الكلاسات المطبقة ثلاثة كلاسات فعلا A B C ثالثة كلاسات اوكي ما الان لو تبغى اتشيك على عنصر هل الكلاس موجودة فيه ولا لا طبعا مو بزين انكم تجون لو تبغى تضيفون لا تساوون زي قبل شوية لما حكينا له class list يساوي something رغم انه تمشي معاكم it's fine لكنه تبغى بعد practice اوكي لا تساوون شيء زي كده مثلا X كوانا بيعمل reset لو تلاحظون حوله الى X ولو ساويتم append تمشي معاكم بس يعتبر بعد practice اوكي فلا تساوون شيء زي كده استخدمه مثل الآد وغيرها فالحل لو نبغى نشيك اول شيء هل هذا العنصر عنده class انا ابي اشيك هل هي موجودة ولا لا راح نساوي شيء زي كده راح نقول header class list .contains وتبدأون ترسلوا لي اسم class as a string اللي هو token يعني فراح نقول هل هذا العنصر اللي هو header هل يحتوي على class اسمها A راح يقول لي true لانه فعلا هل يحتوي على class A فراح يقول لي هنا true اوكي هل يحتوي على class B نعم يحتوي اذا true هل يحتوي على class C نعم لو تلاحظوا هنا عندي class C فراح يقول لي true بس هل تحتوي على class X لا ما عندي class X وتلاحظون في الدوم شايفين الدوم ما فيه عشان كده راح يعطيني false خطأ يعني غير موجودة اوكي تنادي method Add اوكي وتبدأ ترسلي القيم بهذا الشكل ترسلي هنا اسمي لclass فراح أنت بضيف class اسمها X راح تضيف X بهذا الشكل حلو بتراقبون معاي الدوم صار عندها class X والكلاسات الأول الضل موجودة ABC X تمام تبضي في class ثانية انتبع ما تسوي زي كده والان هنا راح يضيك خطأ ما راح تضاف شايفين لم يتم اضافتها زين فلازم تكون H لازم تكون token لازم تكون قيمة واحدة تمام فهذه ترسلها كقيمة ثانية ترسل هنا Y بهذا الشكل اوكي نبدأ الآن نرسلها بهذه الطريقة راح تضاف معنا تلاحظون X Y class ثالثة تضيفها بهذا الشكل Z اوكي تمام وتبدأ تنضاف معاك من خلال method الاد اوكي اوكي اوش رايكم لو اضفنا class already موجودة لو اضفت class موجودة ما راح تضاف لانا already بتكون موجودة شايفين A already موجودة فلو اضفتها ما كأني سويت ولا شيء تعتبر already موجودة هادي هي A اوكي لانا موجودة هنا في document اوكي طيب الحين اوه لو نبغى نشوف الريمو اشلون انا احدف class اوكي طريقة تحذف الكلاس جدا سالمة خلال ما كنتم نسميه راح نقول classless dot ريمو وعطني الان اسم الكلاس اللي انت تبغى تحدفها فلو بغى احدف ال A شايفين حذفت ال A وعطني ال B وراح تضاف في ال A وضل ال A و C موجودة وعطني ال C راح تضل بس ال A و ال B وهذه طبعا كلاسات تفاعلية في ملف style الخاص فيك طيب لو تضافتك�ش غير موجودة ما راح يطيك خطأ بس ما راح تسوي ولا شيء تمام ما راح تأثر ولا شيء لاحظون ها ما يرمي خطأ اوكي لما نضافتكلا صغير موجودة طيب باقي لنا الحين شغلت أنه التاغل بمعنى عندنا مثل نسميه التاغل هذا المثل استقبل الكلاس إذا كانت ذيك اللحظة الكلاس A موجودة وإنت ناديت التاغل رح يحذفها بس لو كانت غير موجودة وإنت الآن ناديت التاغل وهي كانت غير موجودة فرح يضيفها يعني يسوي العكس من اسمه التاغل زي ما تعلمنا فيه الاتربوس تذكرون في الدروس الماضية فالآن في الملف هي موجودة A بس بالتاغل تلاحظون الآن سويت تاغل للأ فتلاحظون تحدر لأن صار العكس هي موجودة فالعكس ستكون غير موجودة عشان كده صارت غير موجودة الآن لو أخذنا على كلاس X الـ X هنا غير موجودة وإنت سويت تاغل لها إذا ما عدت راح تصير موجودة وإذا ما عدت راح تضع فالآن أضعب لك الـ X وهذا الأشياء نطبقها كثير في الاسطال لما نبغي نسوي صفحات تفاعلية تمام؟ أو غيرها تمام؟ زي مثلا سايد بار يظهر ويختفي تقدم تضيف وتبدل كلاس لما تضط على زر تطبيقاتها كثيرة جدا طيب أحيانا عندنا الفورس أنه مثلا true أنه هذه أو مثلا لو أخذت A وحكيت لها أنه لازم تظل موجودة شوفوا الـ A موجودة صح؟ وسويت أنا تاغل لها مفروض أنها تختفي بس كونك الفورس حاطه بترو خلاص مرات راح تظل إيه موجودة دائما لو حكيت فولس كاني الآن قاعد أقول لها أخفيها كاني سويت الأكس تمام؟ يعني هي الآن موجودة صح؟ وإنت كانت قاعد تبغيت أخفيها بالفولس مرات راح يخفيها سواء كانت موجودة بلا لها كانت تلغي العملية زي الـ X غير موجودة لو خليتها فولس ما راح تضاف أيضا شايفيه الـ X ما أضيفت أنا قاعد أقول أنا فولس لا تضيفها خلاص لا تسوي كانك تسوي العكس لا تصير يعني تمام؟ فالآن بالتوغل غير موجودة الآن صارت موجودة لو حكيت لو ترو أبغى يتنفذ هذا الشيء أوكي سوري لو حكيت هنا ترو أبغى يتنفذ هذا الشيء شايفين؟ كل مرة تكون X موجودة بس لو سويت فولس خلاص لا تخليها موجودة لا تطبق التوغل عليه تمام؟ فهذه بالنسبة لي وهذه يفيد لما نضغط على الزر نسوي شيء معناة نضيفه في كلاس مثلا لو نبغى نسوي عكسة نحتف في كلاس وهذه يطيك إمكانيات حرفين غير محدودة وغير منتهية لإنشاء أفكار غير منتهية وغير محدودة وأنا فعليا يعني كلمة غير منتهية وغير محدودة تمام؟